ودازت خمس أيام غير في التوجات للعرس واليوم دايراً على سلع فانات باش يدوزوا علي الخدمة باش نمشي والبيوتي سانتر ندوروا بحالتنا شوية نمشينا ودرنا بحالتنا ما خلينا ما درنا وخرجنا وصلنا حانان لدارهم ومشينا للدار لقينا سومة وماما في الصالو الباتول عندنا حولني كانقول ما للدار من أورا وهي تقول إياه صبغيني يا بنيتي قلت يواباز عائلة عندها إعاقف المشاعر سولناهم في كانو وقالوه مشاوت قداو وجابوت كاشتهم من عند الخياط دوزنا هديك العشية مجموعية قتعشينا ومشينا طلعنا لبيتنا الصباح فقت وآنا فرحانة وبالي يا ياسين ناعس على كرشو فيقتو وكانقول له نود رانا فرحانة وهو يقول قاع هادي فرحة قلت ليه واشنو راه التوأم ديالي غدا تزوج سال العرس ديال حانان وكان واعف جارني يا ياسين يلا ما بقاش لنا الوقت بزاف طيارة غدا تقلع ياسين كان وعدني باش غيديني الباريس سنن بدل حويجي ونمشي قال اوكي دخلت انا ولمياء اللي بيت فين كانتك تبدل حانان وبدلت حويجي وهي تقول لمياء غن توحشكم غد خويو علينا بزوج قلت ان شاء الله غير سيمانة وغنجي وهي تقول لمياء ايش غدا ندير نصبر الله يديكم ويجيبكم على خير خرجت وسلمنا عليهم كاملين ولمياء قد كتبكي ياسين قال ايمن رد ليها البال هدى السيمانة ايمن شافها كتبكي وجرها العندو عن نقه وقال ليها صافي البكاية انا غنبقى معاك لمياء عينيها لمعوب الفرحة وقالت بالصح قال ليها اه بالصح نشينا للتوموبيل وركبناه في تجاه المطار وطلعنا للطيارة شديت فيه وحطيت راسي على كتبه ومشيت ما حسيت براسي حتى كان سمع فياسين كي يقول افيقي وصلنا ومشينا ديريكت للوطيل ودازت عطلتنا كلها عسل واخديت كدوات للكل وسالات سيمانتنا وحنا راجعين للمغرب الحبيب كان كل شي مجموع في الفيلة طبعا إلا حنان ومروان اللي باقي ما جاو حيت هوا ممشاوا الجسر المالديف باش يدوزوا شهر العسل ديالهم تمام مشيت قل صحدا بابا حيت باننا ليه ماشي هو هاداك بحال ليلة عيان قلت ليه بابا يا كما كين باس بنتي ليه بحال ليلة عيان قال داها مروان الألمانيا باش يكمل شغلو تمام ويرجعو من بعد ما قروا يستقروا في المغرب سوما وماما دي مجالسين عليها كاين شي حاجة في الطريق نديرو لك لمساخن شربي لعشوب حمقات ايمن هاداك دي متالف جابوا غير رمضان دووزوا معانا هو والعيد وها هو هربعه التاني وعلاقتي بحبيبي غادا وكد تقوى وخا كانت خاصمه بعض المرات اليوم جاي ياسي ودخلي دوش وانا البست ببيجامتي وقررت نقول ليه اش نوتر اليوم خرج ومشى لدريسينج رومي لبس تبعته ولقيته كيلبس في السروا قلت بصوت ملحن ياسين قال درتيشي كاريتا لا والله غنقول ليك شي حاجة وما تقلقش قال لي يا قولي نسمع قلت لي قبيلة فاش خرجت من الشركة كنت جاية للدار وكانت ورايه واحد التو موبيل وخلاتني حتى دخلت في واحد الطريق خاوية وبدأت كاتكلاكسوني وتعطيني الدو الصراحات خلعت ما بغيتش نوقف حتت قابلت معي وكانت سمع مادام زينب وقفي خاسني نقول لك شي حاجة ضرور يا مادام زينب ياسين معصب وقال ما تقوليش لي يا وقفتي قلت لي وقفت ياسين خرج عينه وقال كيفاش واش تسطيتي قلت لي ما عرفتش الفضول اللي خلاني نوقف ياسين تعصب وعينيه حماروكي غوة واش حماقيتي ايش منفضول ايش هاد التخربيق والمشكلة في الخلاف وقلتي طريق خاوية بغيت تخرجي لي العقل واش كون وقفك بالسلامة قلت المهندس اللي ترتي اللي كان بغي اعطي المشروع لدبلاك قل كيفاش واش بغا قل لي يا رهسو كريتيرا هي اللي كانت همزة توصل بينه وبين دبلاك وقال لي يا باللي رهاء كتنقل اخبار الشركة البرة لمن بالضبط ما عارفش هو يقول ياسين وهاد الشي مانو ما قالوش امل لول قلت لي ما عرفتش قال ياسين وعلاش ما يجيش عندي انا ويقول لي يهد التخربيق قلت لي ما عرفتش يا ياسين ما عرفتش انا وقفني وقال لي يهد جوش كلمات ومشا ياسين كيغوت وقال وعلاش توقفي معاه اصلا غادي جاي قدامي معصب ويديه كي تراعده هز واحد الدكور ولاحوه في الارض حتى تشخشخ وقال ما تهضريش معاه ما توقفيش كملي طريقك قاعي لده طريتي توقفي سدي عليك بيبانك وعيته لي بقيت كنت رعد حيت شفته معصب وقلت له وصافي دابا موقع والو ياسين سعر وقال كيفاش موقع والو واش كدت تفلاي بغت خرجي لي العقل وهو يقول صافي يزيني بحيدي من قدامي غادي نخرش شي حاجة ماشي هي هاديك مشيت التخشيت في الناموسية وكنش هاق بالمكا خلعني عرفت راسي غلط ولكن ما نستهلش هاد لغوات كامل هو خرج البالكون كي برد ابقى وحد نص ساعة عاد باش حسيت به دخل وانا باقة كانت غبا جا تخشح دايا ودورني عنده وقال سمحي لي يغو التعليق بقيت كنكي وهو يقول وصافي رات خلع تعليق سمحيني يا زيني اي حاجة فيها ريحة الخطار بحدي عليها رغم انقدرش نتحمل لا توقع عليك شي حاجة وهادا احنا ومعرفناه شعلاجة واشنو غراضو اما بالنسبة للسوكريتيرا من غدها دي نعرف اشتحت راسها ونكركبها غير انتي اي حاجة شكيتي فيها ما هياش قوليها ليا كنسمع وانا كنبكي وياسين بدا كيمسح لي يد معي وكيقول ياسين كيمسح لي في دموعي وكيقول هو باركة من لبكة راه غدت لعني الملائكة الى نعسي بها دي تبغيها لرجلك قلت لي لا ما نبغيهاش وهو يقول يالله باركة من لبكة ووريني بتحيكة بغيت نوت وهو يقول ياسين ايوا اجيل هنا رحت انتي غدت لعنك الملائكة خرجو عينيه وقلت ليه علاش دار ليه يشارب عينيه وانا نقول ليه الماسخ لاخر وهو يقول اياك لمك اجي نوريك لمسخ كداية صباح فقنا ومشي ننزلنا لسالتسبور اللي في الفيلا والسياسين قال ليك بغي علمني فولوا الدفاع للنفس وياسين ما بقيتش نعاود ما بقيتش نهدر معا حتى شي واحد والله غير خليني عليك دعبة اجيل هنا لابد خسقت عرفيه تصرفي قلت ليه غندير رشاشة دي اللي بظهر فصاكي يا سيدي اللي دوى معايا نرشها ليه فعينيه وهو يقول وانتي اجيل هنا من تبعصيس ابدأ كي علمني كيفاش ندافعه على راسي ومكايس وانا مسخ سخاف وما مركزاش معاه مره مره كيدربني لراسي باش نفير شوية وانا نقلس ليه فالأرض وصرحت رجليه قلت صافي هذا جعدي ما نزيتش معاك الدربة يا سيدي بدأ كيدحك علي يوهزني وقال يلا هنفطك انا فرحت ابقى من هدك النهار هو كيدربني ومكايس علي حيت صحتي علاقة دلحان واليوم فقط قبل من يا سيدي كان شوفيه ناعف قدامي وكيبال لي يزوين وكيوت ما هرفتش اجاني علي شديت وجهو بين ايدي ونزلت بستو ودخلتني في فعنقو كان شمس ريحتو وكان عاوي احتى كان حس بيح العينيه وهذ ليه وجهي وقال المشاغيبة مالكي معايا على الصباح ما خليتوش يكمل وتلاحط عليه كان بوس فيه ما عرفتش منين جبت هاد الجرأة كان بوس وكنت مخشش فيه ما عمرها كانت ليه ياسين مستغرب ولكن عاجبو الحال وقال واش كان حلم انا حشمت ومعارفش مالي قلت له اسمح ليه وهو يقول واش حمقنتي اي جيل هنا خلبني تحتو ونغانسنا في عالمنا على الصباح ومن بعد مدة ياسين متكي على ظهره على الناموسية وخداني في حضنه وقال عبيبة ديالي مغتمشش الخدما انا يلاح لات ليه CRISR وقال ام اللا بغيت من العز وهو يقول اوكا انا غادي قلت �ليه ياسينلبسني عاي دسير وهو يقول اوكا باللاي تيين شبدليك ما تلبسي وانا نقول لي لا لبسني التى شيرت ديالك وهو يقول لا انتي بيك اشي حاجة اجيل هنا لبسني تي شيرت ديالو دخل الحمان باش يدوش واخرش لبس حوايجو واخرش وانا غرقت فين عازي وانا كان شم فريحتو في تي شيرت وفي ايطاليا موراد كيدوي في التليفون قال مزيان اتأكدتي باللي تردها قال للمهندس ويا سيدي تردها بعدك شي اللي قلت لمراتو وهو يقول موراد كنت متأكد دك شي علاش صيفتك عند مراتو ماشي عندو هو وهو يقول المهندس وعلاش قال ليه موراد حيت هو دكي وغادي غرقك بالاسئلة ماشي بحال مراتو كانت خايفة وبغا غير انت تسالي عدرتك المهندس قال اه فهمتك سيدي ولكن واش ما خفتيش هديك السكرتيرا تقول ليه شي حاجة وهو يقول موراد لا حيت عارفة الى حلاتهمها بحرف واحد مصيرها القتل وقال المهندس فهمت مصير اختار مع المهندس ودخلت عندو احلام ساعرة وراهمها قالت احلام امتا غادي انها بطبحان المغرب ورا دازت شهرينه الزيادة موراد قال ليها مالكي محيحة صبري ما بقى والو واصلا بديت كان مهد الحبيب القلب باش نفرقهم عمراته غير بقى ليه على خاطر احلام فرحاته قالت بس صاح ايش درتي وهو يقول ليها موراد اغان سيفطليه صوفيا باش تولي السكرتيرا دياله وتحاول تغريه حت هاديك الفاشلة اللي كانت قبل منها ما دار توالو احلام غوتاته قالت كيفاش جيت تكحلها عميتيها هاويلي على صوفيا قال ليها موراد سمعيني صوفيا غيرت سالي مهمتها وغا تغبر وديك الساعة دير اللي عجبك وما تبقيش نقضي عليها هنا وهي تقول توريا صافيا احلام سمعي من خوق ضربات رجليها مع الارض ومشات ونرجعو دع بالمغرب وبالطبط في السبيطار قال ياسين كيفاش تخبيو عليها موضوع مهم بحال هذا وهي تقول له سوما ولدي ارهباها واللي ما بغاش يشطنها قال لها ياسين ولو كنتو على الاقل تقولوها لي وانا غادي نعرف كيفاش نقنعوه وهو يقول محمد ولدي تتهدن خلي حتى يخرجو الأطباء ويقولو لي نا على حالته وهو يقول ياسين الحاجة اشنو قالوا ليك الأطباء المرة اللولة الباتول بدات كتبكي وقالت اولدي قالوا ليه خاصك الدير عملية محد المرض باقي منتاشرش وتبعدوه ولكن ما بغاش وعيت معاه ووالو احتمن باباك وثوما حاولو يقنعوه ولكن اللي فراسو فراسو قال ياسين انا غنعيط الزينب وهي تقول الباتول عيط عليها ولدي حتى لين غنبقى مخبين عليها كنت في غرق نعازي حتى سمعت صوت التليفون ما جاوبتش في اللول حتى سمعتوه تاني وانا نهز ولقيتو ياسين قلت ليه صوت ناعس قالو وقال حبيبا ديالي ممم وهو يقول سمعيني اجيل عندي السبيطار انا سمعت سبيطار وانا نقفض ودموعي وصلو فين بغاو قلت ليه وانا كان بكيه ياسين واش وقع عليك شي حاجة ما تكذبش عليها قال حبيبا والله ما واقع علي شي حاجة غير عاجي قطعت معا ونتانفا دخلت دوشت بالزربة وخرجت ولبست حويتي ودموعي ما بغاو شي يحبسو وقلبي مقبوط عليها اهبط ولقيت لمياء يالله داخلها ببالي ازدها قالت اهانا جيت مالكي كاتبكي انا كنت نخصص وقالبول ياسين قالي اياه باش نشيل عندو السبيطار وانا قلبي ما مهنينيش لمياء خافت وقالت يالله هنمشي خرجنا من الطار انا ولمياء وتوجهنا نشان السبيطار الطريقة طوالت وانا خاطري ما مهنينيش وقالبي غادي يخرج من بلاستو قاع الاحتمالات حطيتهم وصلنا ونزلت رجليات قالوا علي تميت داخلها ومشيت مع الكلوار ولمياء شاد دفية حتى شفت ياسين واقف قدامي على رجليه احمدت الله ولكن شكولنا ايدا لفسبيطار سرحت عيني وبلية مسيو العلاوي وحده سوما وفي الجهة الاخرى اللي مقابلة معهم كاينة ماما وعينيها من فوخين بالبكة اتهز قلبي من بلاستو اعرفتو بابا تفيكسيت وما قدرتش نزيد كنقلب اسمالامحهم على شي واحد يقولي اياه شي كلمة يطمئني ووالو قرب حدايا ياسين وشدني وطلقاتني لمياء وانا كنشوف ياسين وكنهدر معها بعيني وكنحاول نفهم باش غي يجاوبني ساعة اكتفى بانه يجمعني في حضنه قبل ما انتقحتش كلمة لا بعينيه ولا بفمه بعدت عليه وتمشيت جهة ماما اللي قالساها في الكرسي ودموحا معمرين وجهها هزيت ايديها وخشاتني في حضنها قلت ليها وانا كان بكي ماما بابا قالت ادعي معاها بنتي ربي شافيه لها قلت ليها ايش عندو ما تخبيش عليا وعرفنا هذه تلت شهور الزيادة وما بغاناش نقولوها لك باش ما يبرزتكش قلت ليها كيفاش منتبرزتش كيفاش تلت شهور وكيفاش تخبيو عليا وش بغين تحمقوني وش كنا عرف وقلا كل شي عارف الا انا الهبيلا وقلا كل شي عارف الا انا الهبيلا قلت ازي ليحيني لتوش ومشيت عند ياسين وقلت له حتى انتك انت عارف ادوي عارف وغايب بيه مسافرين ومرتاح ووالع لبالك مسيو العلاوي قال تهدني يا بنتي ياسين ما كان عارف والو حتى اليوم في الصباح وغير عارف عيطليك قالت سومة ايها بنتي موضوع المرض عارفة به غير انا وعمك وحاول ننقنع بابك بالعلاج وما قدرناش وكانت رغبته وانك ما تعرفيش لحقاش عارفك متعلقة به وما غداش تستحملي ابقيت كنسم عليهم ودموعي دايزين ومشيت الملجأ الحضن اللي كان ارتاح فيه مشيت خشيت فياسي شاد دافيه بايدية بجوجه مزير عليه ومخبيه وجهه في صدره وهو محاوطني كيفه وقلبي مزير بقيت مدة وانا في حضنه حتى اسمعنا الباب تحل وتهز معه قلبي خرج الطبيب وعلى وجهه علامات القلق نشيه نقرب نحده وهو يقول ميسيو العلاوي دكتور عمدرا الطبيب قال لي السراحة ما كين ما نخبي عليكم لمريد كيلفض انفاسه الاخيرة بدات الباتول كتبكي وقالت سوما الله اكبر انا رجليا فشلو عليا كون مع ياسين لي شاد دي وهو يقول الطبيب شكون هي زينب لمريد بغي شوفها ازاي زنت ما بقاش عندي حتى الصوت باش نهدى اطلقت من ياسين ودخلت عند بابا الغرفة باش نشوفه كان شوف فيه وعيني دايزين بالدموع كان بكي وكان قول ما بكيت وصلت حدى السرير دياره وبست راسه هز عينه فيه وكان بنتي الغزالة نوارة طاري اتهلاي في راسك وفي ماماك وفي راجلك وعائلته وحتها هما قولي هم يتهلاوا فيك وعارفي باللي خبيت عليك مرضي غير باش منشطنكش وعارفي باللي كان بغيك بديت كان كي وبلت له علاش ما بغيتيش تعالج بابا قال ماشي وقت هاد الهضرة بنتي وبدعوا مؤشرات القلب كيديروا الصوت وكيدلعوا ويهبدوا احتها جاءوا الطبيب والممرضات وخرجوني وصدوا الباب ومشيت تخشيت في ياسين قلت ياسين ما غاديوقع والو ياك ما غاوقع والو البابا ياسين كيمسح ليه على شعري وقال ششت ان شاء الله ما غاوقع والو تحل الباب وكان الطبيب بملامح ممحية شافينا وقال البركة في راسكو طحت على ركابي ياك وكان بكي وياسين هبط عندي واخداني في حضله قال لي ياه البركة في راسك قلت لا ياسين قولي ياره غير كي كدبوا عليا قولي يارني غير كان حلم قال زينب اصبر كلنا لها جات لمياء تخشات حدايا وعن قاتلي اما ماما صخفات والدوها ها موسيو العلاوي وثوما الغرفة باش ترتاح تكلف موسيو العلاوي وياسين كل شي وكل شي جاء حانان ومروان غير سمعوها شدو الطيارة وجاء جاء ايمن حتى هو وجاء واحد عمي وعائلته وجوج ولاده وبنته ومراته وعمرات الدار بالعائلة وانا ما بغيت نشوف حتى شي واحد سديت علي في بيتي ما كان هضر مع حد دايز الثلاثيام وما فارقونيش دراري والبنات وحتى سوما ما فارقاتش ماما باقين معانا في الدار واليوم في الصباح جمعنا عمي قال ليك بغاي هضر معانا في موضوع مهم ما كان حتى واحد حتى من ياسين مشار الخدمة قلسنا في السطالوم وكانت مرتو ولادو بجوج وبنتو كوتر وهي تقول الباتول اخبار الخير علش بغيتين قال عمي خير خير ان شاء الله بغيت نهضرو على الورد انا صعرت قلت هاد الشي علش بغينا نجمعه بقي اخوك ما كمل حتى سيمانا ولكن لي طمع طمع وهو يقول ولدو الكبير ايه جمعي راسك هديك البرهوشة ولا ما غيعجبك حال قلت ليه البرهوش هو انت ايش غا تدير قاع ايه لا قديتي يقمسني والله حتى انا صيفة اخويا فيني تربا وقالت مرت عمي هاي 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 كبر ليك الشانة بنت الزنقة واللي تيت هضري قالت لي هالباتول بزاف عليك حتى تكون بنتي بنت الزنقة وهاد المرة جمعي فمك وعرفي اش كتخرجي منه ودارت مرت عمي وحدة ضحكة الاستهزاء وقالت ها بنتك متأكدة وهو يقول لي يا عمي سمعيني انت اللي كتهدي في ولدي انا ما دويتش معك قلت ليه دويتي مع ماما اذا دويتي معايا قال عمي انت وش منيتك متيقاها را همك وراها ما كتعرفكش راه اخويا ومرتو دارو فيك خير ورباوكم اللي مات ولدهم انا كنسمع وكندور وش هيف لي من وليصر وما مطيقاش اش كيت قال ضرت عند ماما وعيني يا عامرين بالدموع قلت لي ها كيكذب ياك قولي شي حاجة الباتول بقى تساكت اش حال وهي تقول انتي بنتي بنتي قلت علاش كتكذب علاش على قبل الورد غانعطيوه ليك ما غاناكلكش في حقك وهي تقول مرات عمي وعلاش غايكذب اللي كتكذب راها هي اللي حتاك يلا هدا بنديرو التحاليل وغدا تشوفي انكي ما كتمتيليهم حتا شي صيلة لا هي ولا لوسي ضرت عند الباتول وقلت هاد شي اللي كيقولوه صحيح قولي شي حاجة ماما ما تبقيش ساكتا ما تديريش فيها هكا ماما هبطت راسها وبقات كتبكي اشهقت حي تأكدت لي يا هدرتهم حسيت بخنجرة خشافية طحت على ركبية وبقيت كنبكي وقلت وجات كوتر كانت بنت داخلة سقراسها وضريفة وعزيزة عليا واخاها ما كنتش كنتشوفوا بالثاب هي وفوها الاخر كانوا بعادة على العيل وفيش كنا كنتلقاو عند العائلة كانوا كيلعبوا معاك وقالت لي يا نعاونك قلت لي ها جيبي لي يا تليفوني عافاك مشات كتجري وجابت ووجات وانا باقكي فما انا طايحة على رجلي وكلمكي وكلمة وحداء اللي في بالي شكون انا خديت التليفون وعيدت على يا سين جاوبني في البلاصة قال حبيبة بقيت كنبكي وهو يقول زينب مالكي ما تخل عينيش عليك قلت لي يا سين اجي عندي دابة وهو يقول واخا هاني جاي اقطعت وكل واحد فاش كان كيخمم عمي ومراتو اللي كيتشفاو وولدو اللي كيتحلف عليها بعينيه وبنتو والدو الخرين اللي كيشوفو فيا بشفاقة وماما اللي حاط طرسها بيديها وكتبكي ما كاملاش عشرة ديال دقيق حتى كنسمع الباب كيتدق مشات بنت عمي بالذربات حل الباب حلاتو وكان ياسين جات عيني فعيني مع الباب مقابل مع الصالة اللي كنا قالسين فيها شافني في ديك الحالة وجاكي يجري عندي قلس حدايا وقال زينب مالكي كتافيت اناني نخبي راسي في سطره وقال زينب اخلعتيني قولي مالكي ماما هزت راسها في عمي وقالت الله ياخد فيك الحق ايش بغيتي عندنا خرج علي يا منضاري عمي يضحك وقال لها دارك ضحكتيني هادا راح حقي وزايدون انتو مالي معافرين اشحال من مرة طلبت ايديها الولدي باش ما نقولوش لها الحقيقة ولكن انتو ماما بغيتوش لا انتي ولا داك اخويا قلت لي احتارم راسك وهو يقول بقيت لي يا غير انتي البعلوكا تعلميني الاحترام ياسين سعد وما بغاش يخسر الهضرة حت عارفوا عنها ولكن من لي فت الحدود ناضليه قال له سمعتيها فاش قالتلك خرج من دارها ويالله وريني عرض كتافك قبل ما نديرش تصرف ما يعجبكش وإلى كان على حقك نتلاقاه في المحكامة يالله برا وهو يقول لولده الكبير هاي اذا كان كيفاش كتهدر مع بابا هكا وبدأ جايل عنده ياسين غير سمعه خسر الهضرة وعينيه حماره وعرقه خرجه شافه جايل جهته وهو يقول انت اللي جنيتي على راسك وعطاه واحد البونية زعزعاته خرجاته من الصالة حتى المرة وطاح يالله غديكمل عليه وهو يشده ولده لاخر وهو يقول لولد عمي صغير صافي اخويا احنا غان خرجه هزو اخو وخرجه وجات عندي بنت عمي هزاتني من الارض وطبطبات عليا وخرجات دار ياسين جيه تعمي ومراته وغوت حتى زعزع الحيوط يالله برا خرجوك يجري وجاء حدايا ياسين قلت تخشيت فيه وقيت كرت نخزة قلت ياسين عرفتي اش قالوا لي قالوا باللي بابا ماشي بابا وباللي ماما ماشي ماما قالوا غير شفقو عليا ورباونا وقالوا باللي انا بنت الزنقا كي كذبوا ياك قال شت صافي يا حبيبة كل شي غايتصلح قلت لي ما بغيتش نبقى هنا وهو يقول اوكي نمشي ويلا هالحاجة معانا قالتلو الباتول غير سيروها ولدي قال ليها لا الحاجة ما غنت ما انشي عليك هنا ممكن يرجعه في اي وقت قالت واخا ولدي الله يرضي عليك طلعت ماما تجمح ويشها وانا بقيت ساكتا وشي بدفقها ميجيت ياسين حاسة براسي ما عنديش فين نهز شي دقة اخرى هبطت ماما وخرجنا نمشينا الفيلا ادخلنا واتلقات لنسو مولى مياء كي سولو انا قلت لياسين طلعني ما حودهاش معاي هزني وطلعني البيتي بقيت سارحة في افكاري ياسين حس بيا باغن بقى بوحدي وخرج وخلاني باغنغوت وباغنضرب وباغنهرس ولكن ما عنديش طاقة وكندور في افكاري حتى كنعي ونرجع نقول شكون انا وجاع عندي ياسين وبقى كي حذر فيها باش نخرج ونهبطنا كل معاها وباس نبوسة طويلة في شفايفي وانا حاولت عرقه بادي كان حمد الله اللي هو معايا وكان حمد الله اللي كتقولي وكل نهار كان بغي كتر من اللي قبل مني شدني في ايدي وهبطنا لقينا كل شي مجموع في الصالون مشيت قلست وقلست حدايا ياسين وبدات ماما كتهضر قالت كنت داك نهار كان ولد اتوجعت وتمحنت ومن لي خرج البيبي ما بكاش كان سمعهم كي حاولوا معاه وواله قالوا لي يا اراه تخنق والحاجة اللي زادت عليا قالوا بالله اراهم حيدوا لي يا الراحن لحقاش الضرر بكيت وغوت وتحيرت عرفت انني عمري ما غنحس احساس الأمومة وخرجوني من البلوغ وحطوني في غرفة عادية عقلي ما معاياش وكان بكي وكان غوت وباباك الله يرحمه كي حاول يواسيني احتى دخلات علينا وحد المرأة وهاز زمالات في ايديها سمعت حديثنا واعطاتك لي وقالت ها هي بنتي امانة في رقبتك متحاولوش تقلبوا عليا ديروها بحال بنتكم وما تقولوش لها الحقيقة باستك وخرجات من دك النهار ما بقاتش بانت كان باباك كي بشي كل نهار نسبي طار يشوفها واش جات ثولات عليك وخلا نمرتو باش إلاجات يعلموه ولكن والد قلت ليها يعني هي تخلات عليها الباتول حضرت راسها وقالت الله عالم بيضروفها هي تقول ثوما وعمها كيفش عرف قالت ليها الباتول قالها ليه راشلي ومن بعد عقنا بيها قلتها مع غير في الماحا وهو يقول مسيو العلاوي الله هدي ما خلق انا غير كان بسمع كل شي جديد علي ما عرفت ايش نقدم ولا ايش نوخر وخرجت للشرداء ووقفت كنبكي وجاء عندي ايمن وبقيت كنهضر معاه ورتاحيت بزاف من اللي هضرت معاه حيت متأكدة انه هو الوحيد اللي حاسبيا حيت وضعي نفس الوضع ديالي وهو دار بادي رزوينا وجاه دار معايا بقيت مع النقاح تخرج المغيار ديالي من حيث لا ادري وقال شكرتي وفهمناها علاش وهاد التعنيقة ما نحلها من الاعراب وهو يقول له ايمن المغيار اراها بحال اختي قال ليه ياسين بحال اختك ماشي اختك سير حتا تكون اختك واجي عن نقاح وبدينك نضحكو انا وايمن وهو يقول ياسين كتضحكي وهانتي باقي نشوفك عن نقتيش واحد قلت ليه المغيار واخا احتان تامن عن القكش وهو يقول انا حالة خاصة بيبي يلا كيقرب بشي بوسني وهو يكوح ايمن قال واحترمونا صاحبي زع ما راني حداكم وهو يقول له ياسين انت مالك محرمها عليا ايش باقي كتدير هنا روح انشاء ايمن كيدحك علينا ورجع لي يا ياسين وقال حبيبة ديالي فين خليناها قلت لي صافي كنت حشن احتان طلعو البيتنا ودير اللي بغيتي جاو حيطو لينا متعشاو ادخلنا وقلسنا على الطابنة كل شي غير كيبزز عليه الماكلة لينا فجو صامت وحيدو الاكل وجابو القلاس انا شفتو تقلبت معدي وهو يقول ياسين هاحبيبك جا قلت لي حيدو حيدو يا ياسين ما بغيتوش ياسين حلفو مو قل سجل يا تاريخ عمر هاكنت ليه قلت ليه ما بغيتشو صافي نطو قلت ليهم تصبحو على خير وبسكت ماما فحناكها وطلعت البيت وهو يقول موسيو العلام اش غا تدير معها اياسين قل ليه ياسين ما عرفتش ولكن الى قررت تقلب على عائلتها غا دينعونها الباتو العينيها غرغروا بالتمر وهي تقول ليها سومة صافيا صاحبتي طيب تيدوك العينين الحاجة كتبقى انتي عائلتها اللولة ولكن هي عندها فضول علاش تخلاوا عليها قال ها بحصرة وهو كيتفكر امه وهي تقول لمياء ولكن كيفاش غا تدير حتى توصل لهم قال ليها ما عرفتش يمكن حاجة صغيرة توصلنا لهم الحاجة فاش اعطاتها ليكمها ما عطاتكش معها شي حاجة وإلى قدرت توصفيها ها هو عيمن يرسمها قالت الباتول اه كانت عند هاو حد سلسلة كحلة رهبات قام احتفظة بيها وإلى بغيت نوصفها انا مستعدة قال ياسين ها دي مهمتك ايمن قال ايمن صافي عوّل عليها طلعت البيتي وشا عندي ياسين بقينا كنخضره وهو يقول اجي بعدا اش قررتي قلت ليه اغنقلب عليهم وهو يقول متأكدة عندك الشجاعات واجهيهو قلت ليه اه متأكدة ولكن كيفاش غنلقاوهم وهو يقول ياسين قالت ليه ماماك كانت عندك واحد سلسلة كحلة من صغرك قلت ليه اه باقى عندي ولكن قالت قالت ليه ماما راه عطاتها ليه صاحبتها وهو يقول ياسين وانا ها باينا مالها غتقول لك اعطاتها ليه ماماك يلا نوضي دا بجي بيها عندك هنا قلت ليه اه باللاتي نط جبت واحد سني دقاء وجبت السنسلة ومعا وريتها الياسين معا تحلو عينيه وقال ما يمكنش شد من عندي السنسلة وكيتفحصها ويعاود وكيرددك الموحدة ما يمكنش ما يمكنش قلت ليه يا زين اشنو اللي ما يمكنش رك خلعتيني قال نوضي لبسي عليك شي حاجة غادي نخرجو قلت فين غنمشيو في هادا الليل وهو يقول غنديك باش نتأكدو من شي حاجة نط تلبست حويشي وحتا هو وخرجنا اركبنا في التوموبيل ومشاطاي موقف حتى وقف حدا دارنا اللولا استغربت ايش جينا نديرو هنا اهبطنا ودخلنا العمارة طلعنا لدارنا ودخلنا شعل الدو الله شحال توحشتها وشدني من ايدي وغادي بيال غرفته دخلني ووقفنا قدام الغرفة اللي كانت مزدودة مت ايد دول فوق الباب ما عرفت شعله شورك احتد حل الباب دخل وشعل الدو وكانت غرفة بيضاء ومع اللقين فيها تصاور دياسين فاش كان صغير وواحد المرة زوينا كتشبه لي مرة كتل عمعه ومرة كتلبسه ومرة كتوكله وكاينة حتى ايمن استنتجت انها ماما بقيت كندور في عينيه حتى جات عينيه في اخر حاجة كنتنتوقعها كانت صورة مولود صغير يكون يلا هتزاد ولكن هاد المولود مألوف الباسه مانطه هادي انا انا فاش يلا كان عندي نهار واحد عندي نفس الصورة بنفس الباب ونفس المانطة غير البلاسة اللي مبدلة ولكن انا اش كندير عندي ياسين وفي بيته السري ضرت عنده بعيون مستفسرة قلت اشنو كيعني هادا قال احت انا ما عارفش اللي عارفه انه كنت في الدار كان العب وايمن كان ناعس وجات ماما خارجة تبعتها ولسقت فيها وداتني معها السبيطار دخلت عند واحد المرة وكانت تحداها هاد الملاك وكيشير على الصورة بقيت كان العب معاك وبزيت الكاميرا صورتك حيث كانت هواية ايمن من صغر ونصقها فيها اعطيتك صبعي وشديتي فيه وما بقيتش بغيت طلقيه احتى حيت هاد السنسلة وحطيتها ليك في ايديك شديتيها هاد طلقتيني وشديتني ماما وخارجاتني ورجعنا للفيلا ومن ثم ما شفتها قلت يعني ما كانت وهمش هادي انا قال ياسين اه انتي يا حبيبتي انتي مكتابة ليه من نهار تزاديتي يالله في عمرك نهار وشديتي فيه شددت المر بديتك انضحك وهو يقول باش عرفتي راسك قلت لي عندي نفس الصورة بنفس الحواج زائد المانطا ممكن تقول بقيت معايا من صغري كامل وباقي عندي الحد الان وانت باش عرفتي السنسلة يمكن تكون عند اي واحد ياسين قرب السنسلة واشار الوحد الاحروف صغيرة الى ما حققتيش ما تشوفهنش وقال شنو قد شوفي هنا ابقيت ش حالك نقرب لي السنسلة وانا نشوف وقلت ايقرق اه وهو يقول ايش كتعنيف نظارك قلت لي ياسين علاون وهو يقول برافو احتى انا عاقل على هاد السنسلة من صغري وهي عندي احتى اعطيتها ليك وها هي رجعتك ليه قلت لي اياك قل شكون كان يقول البسقولة اللي كنت كنشوفها كل نهار في التصويره ونتخيلها كيفاش كبرات تولي مراتي قلت ما عرفتش ايش نقول ايش من نوع ديال الصوضة في هادا ما عرفتش وهو يقول هادا القدر يا الحبيبات يالي قلت لي ياسين دابا ماماك عندها علاقة بالمرأة اللي ولداتني اضحك وقال اه قلت ليه وعليش كتضحك وهو يقول جوجنا متوفقناش في المراوات اللي ولدونا وقلت ليه وتوفقناه في اللي رباونا ياسين ايلا ما كنتيش مستعد تقلب على ماماك صافي انا متخلى على الفكرة هزرا صوبقك يشوف في ايش حال وقال انتي بنت شجاعة وجمعتي قوتك وشجاعتك باش تقلب عليهم وتعرفي الحقيقة وانا ما غنكونش جابان ونحرمك انك تعرفي الحقيقة من غده ان شاء الله نبدو نقلبه وقال الغد ليه فقنا ولبسنا وجينا الفيلا وهي تسول سوما والدي فين مشيتو قال ياسين كنا في دارنا وهو يقول مسيو العلاوي عاندرا وصلتين شي حاجة قال ياسين انا قررت نقلب علي ماما سوما وايمن ولم يأحلوا فهمهم اولا على كلمة ماما اللي خرجت لياسين بلا ما يحس وتانيا حيتقال غيقلب عليها مسيو العلاوي طيح الفرشات من ايده وقال كيفاش عاود لهم كل شي ومسيو العلاوي تشوكا وبقى كيدور في عينيه وكيردد كلمة مستحيل في خاته وعقله صرح بعيد وهو يقول ياسين ما لكم سكتو قال له مسيو العلاوي لا ولدي غير كنسمع ليك ايوا منين ناوي تبدأ التقلال قال له ياسين انا علمت فؤاد واعطيته جميع المعلومات لغدا تخصه قالت سوما اوكي يا ولدي الله يسر لكم وهو يقول مروان ياسين الى احتاجتي شي حاجة انا موجود قال له ياسين ربي خليك اخويا عارف اللي كي اي من كي هدر مع مروان وقال له اش درتي في الخدمة قال له مروان صافي فضيت انقلت كل شي لهنا وإلى كانت شي حاجة مهمة نقدر ندي بلاسا بقينا كنهدرو ونادي مسيو العلاوي مشال البيرو ديالي متوطر وتبعاتو سوما فشافته متوطر ونادت ماما ترتاح واحنا بقينا جاسين نديو ونجيبوه في الهدراء احتى واحد ما مشال خدمته اعلاقوا بلي باش يبقوا معايا الحمد لله اللي لقيتهم حدايا من بعد يومين كل واحد رجع للروتين دياله وانا رجعت للخدمة ولكن ماشي بنفس الحاماس ومشيت عند ياسين البيرو ولقيت عنده واحد الشاب في مقتبال العمر وكي هدر معاه غير شافني وسكت قدموا لي يا ياسين على انه فؤاد جايب ليه ميلف فاص بالمعلومات على مو ياسين شاد الميلف ومتوتر باغي حل الميلف وما باغيش مضارب غير مع راسه قربت حداه وشديت ايده وقلت الى ما مستعدش دابه خلي احتال من بعد المهم رحتك قال احتل امتى صافي انا قررت نشوفه حل الميلف وبدك يقرد حياة خيري ربت بيت مقيمة بطنجة الشارع والاقامة الحالة العائلية متزوجة واملي فتاة عمرها سبعتاشر سنة ياسين كيقرأ وكيترحد وجبد واحد صورة كانت في الميلف فيها بثلاثة الام والزوج والبنت كيبانوه فرحاني وهو يقول ياسين شفتي اش شفت؟ قريتي اش قريت؟ قال ليك عندها عائلة وفرحانة وبي خير وانا اللي كنفصله نخيط ربما مريضة ربما مكانش عندها بش تربيني ولكن شفتي مشات تربي واحد اخرى ومشات تعطيها هي الحنانة وتخلات عليا انا ما عرفت مان دير كيبان لي يا ياسين كيتقلم مشيت ضميته الصدري وبقيت كندوزليه على راسه حتى تهدن وقال دابا انا عندي اختي خرا من امي امي تخلات عليا باش تزوجه تولد قلت لي كل هاو ضروفو باقي ما عرفناش اشنو اللي خلاها تدير هاكا وهو يقول ياسين وما باغيش نعرف جينا للدار والقينا كل شي مجموح القيت حتى عمي ومراتو وداب بولدو ادخلت ساعرة وقلت ليهم انتو ما اش كتديرو هنا هوما جاو حيت عرفو باللي بابا اكتب لي يا جميع ممتلكاتو في سميتي وانا قررت باش يفرقونا غانا رجع ليهم داك الشي دي البابا وهو يقول عمي الله يرضي عليك ابنتي احنا بغينا غير الماحل ودك الشي اللي في البنك اما الدار غير خليوها ليكم قلت ليه صافي غير نقديشي شغل ونشوف معاكم واخا ما تستاهلوش ره غير على وجه كوتر وكمان ولد عمي وبنت عمي الاخرين وبيت قول المرات عمي واخا الله يرضي عليك ابنتي ومشوف حالهم وقلت الماما باش غدا تبقى عايشا معايا معززة مكرمة وما خاصنا بصدع شوية بانوا ليه العصابة كتتسلت وياسين دار ليه اشارة بعينيه باش نخرج للجردة نط تبعتهم وقلسنا في واحد القلصة وهو يقول ياسين غدا غنمشي والطنجة قالت لمياء علاش ياسين عود ليهم كل شي وهو يقول ايمن اوكي غنمشي معاكم اوكي غنمشي معاك قال ليه ياسين هادي بلا ما ياخدك في هاشك علاش كون غا يدي زينب عند هاديك المرات ايمن بملامح حزن قال انا نديها ماشي مشكلة لمياء وحانان حتى هما اصروا باش يمشيوا معانا ودرنا الوقت مع هاش غنطلاقاو باش نشدوا الطريق التنجة اللي غنعرف فيها حقائق عمرها كانت طيح ليه على البال فقنا الصباح وقادينا حالتنا وخرجنا وطلاقينا مع كل شي وشدينا الطريق شدينا الطريق نيشان العنوان اللي عندنا وقفنا قدام العمارة ياسين متوتر وكيحاول يخبي التوتر ديانا ويبان قوي ايمن حتى هو وانا كنت رعت وهي تقول لمياء انا غنطلع معاهم قال ياسين اوكي سيري ودار عندي وشدني من وجهي بالايد دي وقال بغيتك مهما كان ومهما سمحتي الفوق تبقاي قوية صافي هانا مياء معاك وايمن قلت ليه ما تخافش عليها وهو يقول ليه كان بغيك تبسمت ودرت اشارة الايمن ولمياء باش ندخله طلعنا في الدروش ووقفنا قدام الباب وانا قلبي بغي اخرج من بلاستر دق ايمن الباب وحلاته بنت ثوينه اكيد خت ياسين شافت ايمن وخرجه عينيها وقالت ايمن استغربنا ابقينا كل نحلين في فاننا كيفاش عرفاته ابقينا شوفيا نشوفك احتنطق ايمن وهو مستغرب وقال سمحي لي يا اختي ولكن كيفاش عرفتيني قالت دخله ما تبقاش واقفين على الباب دخلتنا لستالون اللي مقابل مع الباب واللي اثار انتباهي وحد لقنت عامر بالتصاور قربت حدا وحديت فمي كانوا تصاور الياسين والايمن في كل مراحل عمرهم شفت في ايمن ونادي شوف اتفاجئ بقى غير حل عينيه في التصاور وعينيه عامرين بالاسئلة ودر عند خط ياسين وقال اعافكي قالت اسميتي راوية اكيد كتتسائل كيفاش تصاورك مع عمرين الحاد انت وياسين من ليه عقلت وانا عارفة عندي جوج خود وماما كتعاود ليه عليكم قال ايمن هي دابنتي اختي صغيرة متشرفين وفين هي ماماك قالت عند الجيران هانا غدا نعيط ليها تسلناولي مش هتتعيط على ماماها وحنا بقينا في جو من التساؤلات وانا نقول فهمتوشي حاجة لم يأوا ايمن قالوا والو قلت ليهم من لي هي متبعاكم هاد الاعوام كاملة وعارفاكم في كينين علاش ما جاتش لعندكم وهو يقول ايمن حتى انا ما عارفش وما قادرش نفكر وحنا كنهضرو اتحل الباب ودخلات مامات ياسين كتبان مرحنينة وباشوشة ملاميحها كيخليك تحسي انك كتعرفيها من ثنان وتحسي بحنانها ابقيت كنتحصر على ياسين اللي كان محتاج هاد كمية الحنان اللي عندها وكنت سائل علاش حرماتو منو وهي بقيت كتشوف ايمن وعينيها مغرغرين بدمو وقفات وبقيت كتشوف فيه شحال وكتتأمل فيه هادا هو الولد اللي ربات فاش كانت عندو ربع سنين ومشات وخلاتو فاش دار سبع سنين حمداد الله حيت مسيو العلاوي ما تخلاش عليه ورباه احسن تربية قربات حداه هي خايفة يصدها متوترة وعينيها دايزين بالدموع شافها هكذاك وحليها ايديه وتلاحظ في حضنه كتبكي وكتقول ولدي ولدي بقيت مدة معنقاه شحاله هي كتبكي احتبردات وجات سلمات علينا قال ايمن هادي لمياء خط ياسين الصغيرة وهي تقول حيات متشرفين ابنتي مرحبا بيك قالت لي ها لمياء الله يبارك فيك وهو يقول وهادي زينب مرت ياسين حيات بقت شحالك تشوف فيها وهي تبتاسم مرحبا بيك ابنتي قلت الله يبارك فيك الا لا وهي تقول قولي لي يا خالتي قلت ليها واخا خالتي وهي تسولنا اه فين فين ياسين ايمن حضر راسو وبقى ساكت واحتى انا بقت ساكت وهي تقول اه فهمت ما بغيش يشوفني اياك بقينا ساكتي وهي تقول ماشي مشكيل عاضرة ولكن كيفاش احتاجيت في باركو وعود لها ايمن كل شي وبقت غير كتشوف فينا وساكت مره كتشوف فيها ومرا في ايمن وانا نقول هادشي علاجينا عندك بغيت نعرف المرأة اللي ولداتني وهو يقول ايمن انا غنخليكم تكمله هانا لتحت وهي تقول بلات يا ولدي هادشي اللي غادي نقول كيهمك احتنتع وهو يقول ايمن كيف هاش قالت حيات جلسة ولدي نيت نحيدو علينا التقليد قال ماما انا ما بغيت نعرف والو وما مستعدش قالت حيات حتى الامتا ولدي اجلس اصلا هادشي اللي غادي نقول زيند كيخصك حتى انت قال ايمن واخا امري لله بقيت مبلوكيا كيفاش كستي كتخص حتى ايمن وهي تقول حياتي من لي كنت صغيرة وانا وصحبتي خديجة ما كنت فارقوش كنخرجو بجوج وندخلو بجوج كنا ساكنين في حوما وحدا وعلاقتنا ما عندناش وما خاصناش انا كانت مربياني جدا وخالي وخديجة كان عندها والديها ولكن اباها كان قاسح شوية المهم احنا من صغرنا حلين عينينا في بعدياتنا احتدرنا 18 عام وصلنا للباق وحنا كان نقراه مع بعدياتنا وواحد نهار كنا راجعين من ليستي وهي تقول خديجة واش شفتي اللي شفت قلت ليها ايش شفتي قالت وانتي دار ابا المعطي اللي باحا شوفيش كون خارج منها درت نشوف لقيت وحد الشاب غيكون في العشرينات عنده حقه منزين ولابس مزيان قلت شكون هادا قالت خديجة ما لاك بو قوس وانا نقول لها زيدي زيدي دا بامرة خالي تسمعنا الموشح اليومي وهي تقول خديجة ويلي حتى انا نسيت بابا ومشينا كل وحدة ودخلت لدارها والغد ليه طرقاتني خديجة باش نمشي والليسي قالت واسر بيا صاحبتي راني جبت الدوسة ديان البو قوس قلت ليها ويلي حتى حاجة ما كدفلت ليك تقول لك المقدم ديال الحومة يالله قولي قالت يوا سمعي يا للا اسميته عبد الواحد وعنده عشرين عام كيقرف لفاك اللي حدانا وساكن هو وامو واخته في الطاق قلت ليها يوا مزيان يالله خفير جليك راه تعطلنا دا با يسدو علينا الباب دازت ايامنا هكتا وولينا كانت لقاو عبد الواحد في الحومة وكيقول لنا السلام وبعد المرات كيوصلنا الليسي ويمشي هو اللا فا ومع المدة بدك يتسلل الحب القلبي ديال عبد الواحد وحتاه هو عطار فريا وتصاحبنا وكان موعدني غير يكمل القرايا ويجي يخطبنا بقينا على علاقة والصراحة اهملت صاحبتي خديجة ما بقيت اشتولت فيها ولا خرجنا واللي تفين ما كان نخرج من الليسي كان نمشي معاه ولا رجع معاه كنت كنشوفها غير في القيصة وهي دي ما كانت كتقول لي يا نسيتيني وانا ديك الساعة كنت معمية بالحب وما رديتش البال صاحبتي اللي خليتها تكرهني بسباب تصرفاتي كملنا العام ونجحت وهي ما نجحتش وما مشيتش عندها ما وسيتهاش كان همي كامل انني نمشي عند عبد الواحد ونقول ليها راني نجحت ودازت شي سيمانة وخديجة ما كتخرش من دارهم وواحد منهار دربت ثباب الحمام وخرجت نشوف عبد الواحد نشينا الواحد لقنت وبقينا كنهضرو وكنضحكو شوية دايزة خديجة وعينها من فوخين بلقا اضعافت ووجهها صفار كنت باغا نمشي عندها ساعا حبسني وقال لي يا ابقاي معايا هي را دي ما كتشوفيها وفعلا درت راسي ما شفتهاش وكملت ضحكي معاه وهي حضرت راسها ومشات ما كنتش عارفة انها مشات الخليان عشتي رجعت للدار وطلقى لي يا خالي بجوج تصرفي الخالي ومرات خالي بنتي في القريس وكتقول ياكا الشانطة هادي هي تربيتنا فيك هادا هو جذائنا قال سكت مع شقي فراز الدرب اودي كوم ما صاحبتك نبهاتنا كل راه ما عرفت فين ولينا جدا كتفق وهو ما حلفو ما يتفرقوا معايا حتى قليت طرحة دي اللعزة وحبسني في الدار ما نخرج ما نضرش حتى الوحد نهار جا وقال لي يا وج دي راسك فالعشية عندك دريب صداق انزل علي يا الخبر بحال الزلزال ولكن ما عندي ما ندير فكرت نهرب وفكرت نتاحر وفكرت بزيف ديال الحوليش ولكن ما بغيتش نهبط رس خالي للأرض وسط الحومة وهو خيره سابق وفعلا جاوا الناس ودرنا نضرب الصداق وانا ما كان عرف لا العريس ولا عائلته لا حتى شي واحد درنا العرس وكانت هاديك اول مرة غنشوف السيل علاوي صراحة كان كيبان دريف والله عمرها دار عمره مجبرني على شي حاجة وعرفت انه شافني في شي عرس كان عاون في مرة خالي حيت كانت كالطيف في العراسات عجبته وسول عليا وجغت ابني من عند خالي وكان نعمة الزوج وعيشني ماليكا ودازت فترة وحملت بياتين وقررت نمشي للحومة بش نشوف خالي ومرة خالي وجدة مشيت وطمأنيت على عائلتي وقلت لي هم باللي جايني مولود في الطرق قلست شوية وتفكرت صاحبتي خديجة الصراحة ما حقدتش عليها لحقاش حتى انا كنت آنانية بالساف فرمشت عين تخليت عليها ودرت راسي بحلة عمرني عرفتها وقفت بش نمشي نشوفها وهيت شبني مرة خالي قالت قلسي فين غادية مسكينة صاحبتي دارت فيك خير وخرج ليها ببومزوي قلت اويلة اعلاج وهي تقول مرة خالي اعلى ما شيدك عبد الواحد من نهار مشيتي وهو عاطي هالحشي ششرا والفانيك احتى ولا ما كيسحاش ومعرفت منين اسمع خبار ان صاحبتك هي اللي قالت لينا على علاقتكم خلها احتى خرجات من دارهم وتعرض ليها وداها الشخلة وتكرفص عليها وشبعها عصة وخلاها مليوحة ماء وذات كل ما المحسينين داوها السبيطار قالت حيات اويلة هادشي كله طاري ليها ودا با هي كي دايرا قالت مرة خالي ايوا بقات في السبيطار شحال ديكلارات بيه وش الدوم ومو طلباتها تسمح ليه وهو يصلح خالاته وداك الشي اللي كان تزوج بيها وراه معيشها في العذاب وساد عليها الزنقة ما تشوفهاش وراها تصابت حاملة قالت حيات الله يا ربي صاحبتي مسكينا شحال بقات فيها وهو ما عرفتوش داير هاكا وهي تقول مرة خالي بحمد الله اللي تفكيتي منه وصاحبتك الله يدير ليها تعويل ديال الخير خرجت مصدومة من دار خالي تلقيت معاه في الحومة ومعرفتوش ولا غير كيتلاوح والحوايش كيفاش دايرين يحسن عوان صاحبتي مسكينا ابقى كيشوف فياش حال وحتى انا شوية جا كيتلاوح وقال خليتيني على ود الفلوس طماعة كلكم بحال بحال غنطاقم منكم كاملين وراني بديت بهدي كل فرقاتنا ومشى وخلاني غارقة في دموعي على صاحبتي وداز الوقت قولت ياسين كانت حياتي كاملة وحتى محمد كان هو عينيه كان مشي مرة مرة نشوف دار خالي وكان بقى مقابلة الحومة ودار هادك اللي ما يتسمناش على اعمال اناني نشوف خديجة ووالو داني ياسين 4 سنين وكان ولد شاقي ودكي ومتعلق بيه بالساف ومشيت داك النهار نشوف جدة كانت مريضة وانا خير جا من دار خالي بانت ليه صاحبتي قلسة قدام الباب ومعها دري صغير وصي كان فيهم احويجها قلست ياسين في الطموبيل ومشيت لعندها قلست حداها الله على صاحبتي كيولات اضعافت واثارت ضرب والتعنيف باين عليها قلت ليها سلام خديجة خديجة ما شافتش فيها وغير سارحة امخة بيوجهها قلت ليها سمحي لي قالت انتي اللي سمحي لي وانا نقول بالعكس انتي اللي خاسقت سمحي لي وعنقاتني واحتى انا عنقتها وقلت اش كت ديري هنا بحويجك قالت جرات علي العدوزة حت الراجل في الحبس شدوها على الحشيش قلت ليها وانتي اش غدت ديري كي ينافش نعونك قالت لا بغيتي تعاونيني ادي معاك ولدي قلت ليها ايجي معايا احتانتي قالت لا اختي انا ما بغيت نجبدليك صداع وما عارفاش دكج لاخا انتا يخرج خفت على ولدي شينهار يقتلو لي بالضرب قلت ليها كيفاش كي يضربو عرات لي يدراعو وضهرو وكنشوف اطار الضرب وزرقه في لحمه ولدي الله عندو ربع سنين بكيت حتطبت وهي تقول لي اشنو غدت ديري فيا هاد الخير قلت اه غندين معايا قالت الله يكتر خيرك هذا هو المضنون فيك قلت ليها ما تقوليش هاكدا راحنا اخواتات اشنو اسميتو وهي تقول ايمن اعطيتها نمرتي واعطاتني وراقيه وهزيتو ومشيت حطيتو وحدا ياسين وقلست حداهو ومشينا الفيلا وهدرت مع محمد وما قلت ليهش الحقيقة دي الوالدين ايمن غير قلت ليه راه من الحومة وبقى فيا وجبتو نربيوه حتى هو ما اعتاردش بالعكس راحب بالفكرة وربينا ايمن اللي كان هادي عكس ياسين ودخل الفرحة لدارنا بحكم انني ما عاودش حملت مورا ياسين ما جابش الله بقيت كنت واصل مع خديجة عام كامل حتى نقاطع الاتصال بها في خطرة ودار ايمن وياسين سبع سنين كنا فرحانين بهم وهو ما كيكبروا قداما محمد عمرو ما فرق بين ياسين وايمن دي مشاري لهم بحال بحال ومخرجهم وداير معهم الخاطر وخالي تحول من الحومة من النهار ماتت جدا الله يرحمها وخديجة مقاطع اتصالي بيها حاولت نوصل لها ووالو احتل النهار اللي عيطات ليا وكان النهار اللي غد تقلب فيه حياتي كنت قالسة بعد ما تغدينا محمد خرج الخدمته وياسين كيلعب قدامي وايمن ناعس احتجني اتصال من المرأة ما عرفتهاش جاوبت وكانت خديجة كتطلب مني نجيل عندها السبيطار لبست حويجي وبديدت خارجة لصق فيها ياسين وديته معايا ومشينا السبيطار في طاكزي حيت الشريفور ما كانش وصلت وسولت عليها ووراوني غرفتها ودخلت عندها ولقيتها ناعسة ووجهها شاحب وحدها وحد الملاك قلت ليها خديجة ياك لا باس ايش وصلك السبيطار وشكون هاد البنيتا متقوليش ليارها بنتك كدرتي ليها عمرتها بالاسكيلة لحقاش كنت مستغربة من الوضع قالت بنتي يا أختي أنا اللي درت هالراسي عالتالي قلت ليها اوي لي ما تقوليش ليارجعتي ليه قالت رجعت كي شفتيه ودوز عامين في الحبس وانا في ديك عامين من اللي اعطيتك ايمن وانا خدامة كنت معاولة نجمع فلوس ونوقف على رجلي ونجي ناخد ايمن احتى لنهار احتى لنهار جا ووقف عليها فين خدامة تخلعت واتبهت وجريت عليه وبقاش حاله وغادي جاي وكيقنعني باللي راه تبدل وقال لي يا غا نرجعه ايمن صافحت انا قطع معه ورجعت معاه دازو شربع شهور فنشوف السيدة تبدل ودار عقله وقلت الحمد لله وكتشفت رازيه حاملة وقلت ليه يلا هنجيبه ايمن سولني فين هو وقلت ليه عندك قال لي يا وخا من بعده نجيبوه ابقاش حال احتى لنهار خدا الفلوس كاملين اللي كنت مخبيه ورجعه والتاني داك الوحش اللي اغتاسبني اضربه التعنيف وما مراعيش الحمل ديالي ارجع كيشرب ويتحشش ويقصره في الدار هو وصحابه وكيجيبوه البنات وكل نهار كيتحلف عليها يقتل هاد التيلاذ اللي في كرشي اصبرت شوية ولكن ما قديتش اهربت قبل ما يقتلني انا ولي في كرشي امشيت دقيت للبيبان حيث عارفة عائلتي غادي رجعوني عنده ويقولوا لي يا صبري خدمت عند واحد الناس في البيبان وداروا في اخيه وخاكر شي كانت الفمي بقيت خدامة عندهم احتل اليوم شدني لوجعه وجابوني الهم ولكن كانت فاجئ بالراجل اللي خدامة عنده خلص علي ومشا ما رجعش وقال الممرضة قولي ليها ما ترجعش عندي ومطاح لي حد في بالي من غيرك وعيت لك قلت ليها الله صحبتي واشنوداز عليك ودابة ايش غدا تديري قالت حشمانة نطلبها منك تاني قلت ليها بغيتي ناخد حتى البنت قالت إلا ما بغيتيهاش أعطيها لشي عائلة ولا حطيها في الخيرية على الاقل غدا نكون مطمئنة عليها حسن ما تطيح في ايدين هادك الوحش قلت لا هاد المرة غا تمشي معايا انتي وياها ونقوله مشكلتك المحمد راجلي ره يقدر يعاونك قالت لا انا ما بغيتش انتقل عليك قلت ليها الله يهديك هاد الهضرة ماشي وقتها سمعيني انا غدا نتيسين للدار كنت غنجي معايا حتى ايمن ولكن كان ناعف ما علينا قريب غتشوفيه ان شاء الله قالت خديجة ان شاء الله وقلت لها غندي ياسين للدار ونجيب محمد ونجي صافي تسنيني هنا خرجت وديت ياسين للدار وقلبت على محمد ما لقيتوش خرجت باش نمشي لعندول الشاركة ولكن للأسف قدرت كسيدة وهدي هي قصتي وقصتكم انا بقيت في حالة صدمة كيفاش دابا ايمن خويا انا عندي خويا وماما انا عندي خويا وماما قاع هاد العذاب دازت منه وهذاك الانسان اللي حاشة واش يكون انسان اللي كان ناوي يقتلني للأسف هو الاب البيولوجي ديالي كتروع لي يا الصدمات ولكن الصدمة اللي كانت قوية هي خويا هزيت عيني في ايمن ولقيتو حمر وعيني كي الجمرات وكي ترعد شوية وقف مع الصب وخرج وتبعاتو لمياء انا عاد فقط من الصدمات وتفكرت ياسين وضرت عند خالتي حياتي وقلت لي ها علش خالتي مرجعتيش لحياتي حياتي تبس مات لحقاش عرفات هكا تفكر في ياسين لحقاش عرفاتني كنفكر في ياسين قالت فاش درتك سيدا بقيت شهر في غيبوبة حيات تلقيت ضربها على راسي ومنلي فقت فقت صفحة بيضة كنت فاقدة الداكيرا قلت لي ها كيف هاش قالت كيف ما سمعت بقيت فاقدة الداكيرا العامين والسيد اللي ضربني هو اللي تكلف بيا للأسف حتى واحد ما ثول عليها بقيتش حال كنت كنت تذكر غير رأت شاش حتى لنهار رجعت داكيرتي وتفكرت ولادي اللي غادي يكونوا كبروا ومشيت نيشان اللي عندهم للطاع لقيتهم محتافلين بسبوع ختياتين ولكل فرحان اياه ضغيان ثاوني ابقى فيا الحال وبكيت وغوت ولكن ما بنتش ليهم وقف معايا السيد اللي تكفل بيا وعرض علييا الزواج ومشينا المحكامة ولقيت راسي مطلقة وتزوجت ببابات راوية قلبت على خديجة ووالو ما لقيتهاش وتحولنا لطنجة وكان راجلي ديما كيجيب لي يا تصاور ايمن وياسين اللي كتشوفي فيهم قدام عمرني نسيتهم ولكن حتى انا ما كانتش عندي الجراء نواجههم وبالاخص ياسين بديت كلبكي وقلت هدش يقول له داذ عليك قالت الله يجعلها مغفرة لبدونه وبنتي ما تبكيش يا بنتي الله يرضي عليك كان مسح في دموعي وقلت واخا دابا سمحي لي يا غا نمشي وقفت ووقفات حتى هي وشدات وجهي بين ايديها وقالت بنتي نقول لك واحد الحاجة قلت ليها مرحبا قالت باينا عليك حالة حاملة اصدمت ووقيت كنشوف فيها قالت ما تبهضيش انا كنعرف الحاملات من عينيهم ان شاء الله يكون لي في بالي زحيح ويجيني حافيق وولدي يسمح لي قلت ان شاء الله يكون خيرا خالتي خليت ليك الراحة سلمت على خالتي وراوية وخرجت كان جمع شاتات عقيق وكان فكر في كل كل ما قالتها وقفت قدام ياسين وهو يدخلني في طلوعه بقيت مدة وهز لي يا راسي وقال ايش واقع ومن ايمن خرج معصر تفكرتو وقلت فينا هو دابا قال مشا وتبعاتو لمياء باش ما تخليش بوحدو وهي يجقول حانا قولي لينا ايش عرفتو الفوق اللي خلى ايمن في ديك الحالة قلت ليهم ما قادراش نهضر ولكن الحاجة اللي نقدر نقول لكم هي انا وايمن خوت ابقوا كيشوفوا فييا مصدومي واقترحت على ياسين نبقاو هنا اليوم بحجة عيانة باش نخليه يمشي عند ماما وفعلا جاتني وحد قدوخة شديت راسي غير بسس وعيا فييا ياسين باش يديني للطبي ودخلنا اللوطين وياسين ناخده شنبر هزني وطلعنا لها وعاودت ليه كل شي قاعدك شي اللي قالت لي يا ماما كان عاود ونتسارح وصلت حتالفين عودات الايمن ودموعي ما بغاوش يحبسو ماللي كنتفكر اجداد على ماما واخداني فحضنو كيواسين شوية عاودت ليه قصة ماما وعلاش مشات وما عاودتش ليه ذاك شي اللي قالت على الحمل بغيت حتى نتأكد وانا نقول لي ايوا هانتا سمعتي قصة ماما هزيت عيني لقيتوه مصدوم ووجهوه ما فيه حتى شي تعبير قال هيا انا ظلمتها هيا حكمت عليها مسبقا هيا عشت حياتي في الظلام وانا متأكد انها سمحات فيها بلا ما نعرف ظروفها كان عندي الحق فاش حملت السلع لاوي مسؤولية غيابها ولكن هو باش غيعرف ياسين تحصب وناد وقال علاش ما يقلبش عليها واش عبض الله مراته وما جاتش للدار وما قلبش عليها وصابح الغد يقولينا ما تقلبوش عليها قلت ليه ياسين تهدد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يسعى ترجمة نانسي قنقر انظرم يشعر ترجمة نانسي قنقر بشهر شكرا شكرا شكرا